يتبع المسيح على الحق قبل تحريف لا لا أنا أقول المسيح موجود حوالينه فيه ناس آمنوا لدعوة الحق وفيه كناس ضده اللي معه يدخلوا الجنة اللي كانوا على الحق ألا كان من كان على الحق يتبعه يدخل الجنة الآن فيه نجي مسلمين يظاهروا أنه مسلمين ومعه يتبعوا محمد هل ليس يدخلوا الجنة يبقى حتى تكون مع محمد في الجنة تتبع محمد والدليل أن مجوعة من اليهود جاءوا لمحمد وهذا كمان في الصحيح المقارب فسألوه أسئلة فمحمد عجابهم فقالوا والله نشهد أنك رسول فما قال لهم أصبحت مسلمين قال لهم وما منعكم من اتباعي فحتى عم تصير مسلم تتبع النبي مش عم تحترف أنه نبي مس لذلك لما أنا سأخذ الإيمان دقيقة الإيمان الإيمان والصفوه أهل العلم أنه كالطاح الجناح هذا هو الإخلاص لله عز وجل وهذا اللي اتباع النبي هذه الآية التي تصل عنها آية اللي قال مرية من النجيل من النجيل قال أنه سأعطي لأبي وصل لي للأرض وأنه سأعطي لك أخر أخر أنه سأعطي لك لك أين المرأة؟ لا لا أقول المرأة هذي كينجل المسيح من السماء ومعه نار لهيب هذي كمان موجودة؟ أن المسيح سينزل من السماء ومعه دخان ونار لا لا بس هو عم بقول لأ طريقة تانية على كفل هو هذا النصر لدانية بلفسه يا سهان والله بالإنجليزي بالعربي لهيبنا أنت 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 مريم إله إيش عم بقولوا لا لا الكاثوليك لحظة أخي والله خلونا مسع كفي هذه بد لحظة بد لحظة بد لحظة لا لحظة خذوا أنت مكاثوليكي أنت مكاثوليكي لا 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 المستعان بس هو قز أنا أحتي معدكم احتي مو عندهم مو عندهم لا لا أنا أحتي أنا بعرف أنا بعرف اسمعني لا 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 ما عم بتكونه هيك أنا أحترف أنا مانصفك ما كم الساحة عم بقول على وجه الكرب أن مريم زوجة الرقم أنا أنا منصف معا أنا ما عم بقول شيء ممكن هو منفعل انا احترف ما في مسيحة بقول مريم زوجة الرب. تسمعلي انا ولا بتسمعلي هل اللي بقول. لا لا بسمعك لك انا. انا بحكي معك باحتراك. انت يسان محترم. مش بس ايقى عندك ثقافي عالي وبتعرف بالدين وعم بتنقش بالتي احسن. هذا من اصل. بارك الله. هذا من اصل. انت والاخ هوني وكل الشباب الوقفين. لا عن جد والله. عم بحكي جد. بقولك انا في اخوة من هون الوقفين بيعرفوا افضل مني. لكن المسلمين لما يشوفوا حدا مسلم بيحكي. عم بسكتوا. لانه بيعرفوا اللي بقوله هو اللي حيقوله هو. فضل. عشان هيكم ساكتين. مش هما جاهلة. لا والله. اوه تكرم والله. والله تكرم يا الله. شو اللي بقول لنا? انت مادم. احلى جهة. احلى جهة اقول لك. انت قلت كلام جميل. قلت نشأت مع اسرة. يؤمنون باشياء انت لا تؤمن بها. ليش؟ لانك انت بدأت تبحث. فلانه شوف عم من انجيل هذا. شوف عم بقول هذا بحثنا. اهلي وامي عم بقولوا ان المسيح رب. فلما بدأت في استعمال العقل وبدأت تقرأ فارقت الاسرة. الان هذا العقل نفسه تستعمله في بقية المصوص. الان هو عم ببشر برجل يأتي. من يترى هذا الرجل؟ استحال يكون هو. لان هو قال سأغادر ثم أرسل من؟ بعد رجل آخر. فلو هو يريد الروح القدس. الروح القدس موجودة. لقالت اخرج معكم الروح القدس. ثم أسافر أنا. لقالت اخرج معكم. ويأتعلم معكم الروح القدس. ويأتعلم معكم الروح القدس. لأنه يستطيع ان تقلق معكم. تقلق معكم الروح القدس. تقلق يعني انه يضلوا بجانبكم الى الابد. مين يضلوا معنا الى الابد؟ تعاليم محمد عنه سبب. تعاليم محمد عنه سبب. كيف نوع بقول؟ هي. هي. انت ركز بالكلام هلا. خلو نشوف. هي. بدك واحد يضلوا موجود. مين هو هيدا اللي بتضلوا موجود؟ محمد راح مات. مبادئ موجودة. وما قال مبادئ. ما قال المبادئ ياخن. انت عبدلا. اخي مالك مالك ما بتحلنا عقل. بعدين هيدا مش موجيني. لا لا هذا نص من الانجين. لا لا. نص. اوكي. نصب. انا ليش استعمالت هادا الكتاب؟ انا عند الانجين. ايه لا نص. انه اسحل عليك. انا ليش ما أرى الانجيل. و اشوف كتب الانجين قادني الى لا اسلام. فانا ğu والانجين قادني الى الاسلام. في لليش protest I was done. لكن اعزائه ترك اهله. لم المدي فتح القرآن. ما فتح شي. فمن داخل الانجين وجدت أن camman محمد نبي خط. وكان بدت هذه الاحتراضات مالك. هذا yine أقول 交لي لل replay thing. ومحمد ما؟ طب يا طورة مين هذا؟ هل تعاليم محمد أم هو قصد محمد بنفسه؟ لكل متفق أن الإنجيل العهدي الجديد كتب بلغة مجازية العهد الأديم كتب بلغة حرفية شو معنى اللغة المجازية؟ تعرفين تانا المترسلات العربية؟ نعم الآن هو يعني تعاليم محمد محمد سيأتي ويعطينا تعاليم هذه التعاليم قطل معنا إلى الأبن ما هي السنة والكتاب تظل معنا إلى يوم القياف لن يأتي نبي آخر لن يأتي كتاب آخر لن تأتي سنة أخرى فهذا هو المكسوب نمشي نشوف الآن نصمى القرآن الكريم يساني الحال بس إيشك كتاب آخر؟ كتاب الحكمة عند الله طيب ممتاز كتاب بقول لك منزل من عند الله وهو مسلمين مثلكم؟ لا 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 كفار ليش أقول لك ليش؟ بإمنه بمحمد وبإمنه بالله سألتني نعم الإيمان بمحمد أن تؤمن بمحمد ما جاء به محمد ومحمد قال لا نبي بعدي ولا رسول بس معترف فيهم من الأظهر أنه مسلمين أنا ما عندي إشكال الآن الآن هذا الرجل ادعى أنه طبيب طيب وأنا بقوله ما هو طبيب كونك أنت احترفت به طبيب هل يعني أنه طبيب؟ لا أكيد لا أكيد لا بدنا أدل أنه طبيب شهاداتها مهي؟ الآن هم يدعوا أنهم مسلمين وجهة أخرى قالت أنهم مسلمين الآن بدنا أنا وإنتا نشوف من هم المسلم من هو المسلم؟ عشان أنت بتقول ما عم تتبع أنت بدك معلومات الآن لو أهلت ألولك المسيح رب لا ما عم بوافقكم بدتوا تورروني الأدلة لما ذهبت إلى الأدلة وجدت أن المسيح ليس جرم الآن من يقول أنهم مسلمين بدنا دليل أنت ستسألني عندك دليل أنهم ما هم مسلمين إذا نعرف ما هو الإسلام أنك تستسلم لله سبحانه وتعالى وتستسلم للنبي استسلامك للنبي أنك تتبع سنة النبي النبي قال عليكم بسنتي أن نتبع سنة النبي ما هي سنة النبي أولاها أنك أنت لا تحترف بنبي من بعده فمن مجرد أنك احترفت بنبي من بعده فأنت خالفت سنة النبي فكيف تكون متابع للنبي فإذن الذي الآن الدعو النبوة كزر ميرزى غلام أحمد في الهند قال أنا نبي قال له لا أنت ما كان نبي فأنت بس أنت عنده حضر طيب فيه إنجيل أين نعم عنده شوف الإنجيل العربي عندك إيه بالإنجليز فرجين الآية اللي بتقول مثلاً فيها أنه المسيح لما قال على الأنبياء التانيين اللي بدون يجوا لا تتبعوهم وين آية لأنه في من بعد نبي الحق اعترب لكم أن موجودة الآية الآية موجودة كلمة كثر نعم من الفاصل صحيح الآية موجودة وهو يقول بنفسه لما يتكلم عن الأنبياء الحق لذلك لما سألتك قلت لك سألتك مادم هو حذركم من الأنبياء الكذبة ما قال كلهم إذن أنا أفهم أن هناك على الأجل نبي واحد صادق طب يا المسيح أنت حذرتنا من الكذبة طب الحق يا في العرفه هو نفسه يقول بسماهم بسماهم وبالنهاية كذب صحيح وقال لا تتبعهم سوف يأتي ليك الكلمة كيف بالحرف أين سوف يأتي من بعد أنبياء كثر يدعون أنهم أنبياء صحيح فأنهم كذبة لا تتبعوهم وأنا أسلم طيب صحيح لما قال هايك لا تتبعوهم مثل ما أنت هلأ المحمد الرسول تبعك عليه الصلاة والسلام قال أنا آخر الأنبياء نعم فنش صحيح والمسيح وإنت كمان المسيح أقول لأ الله لا لا سوف يأتي من بعد لا 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 ليش ما أقعد أم ليش ما قال المسيح ولا نفسك تحاولها أنا هكذا كليم اللي حتقولها حاولها أنا سوف يأتي من بعد أنبياء كثر يدعون أنهم يعني تكتير بدون يمسلوا أنه هني أنبياء أنا موافقك عن نص وهم كذبة لا تتبعوهم لكن هل الآن في العربية في العربية إن قلت ستجد في الهايتبارك ناس طيبين مثل أفضالك الله يعفظكم لكن أنا قلت ستجد كثر هل معنى هذا كل اللي في الهايتبارك جيدين هذه القشة الذي قطب الضربين صحيح نعم لكن لو قلت لك ستجد في الهايتبارك كلهم كذبة فكلمة كل وأنت أستاذ عربية بتقول الكل خلاص لكن المسيح لأنه يعرف أن هناك نبي سيأتي لذلك ما قال كلهم والمسيح يعلم بوحي من الله أن هناك كذبة كذبة سيدع النبوة لذلك حذر لكن في نفس الوقت وضع معيارية واحدة من المعايير قال بثمارهم تعرفونهم هل النبي الكاذب يأتي بثمار جيدة طبعا طبعا لا 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 طيب منيح يأتي بثمار جيدة والنبي الكاذب يأتي بثمار كاذبة فهذه أول معيارية في معيارية جميلة جدا أعطيك إياها هذه تثبت أن محمد نبي ومن الكتاب المؤدس أنا بدك أنت تقراه زي ما أنت أريد وعرفت أن المسيح ليس بإله بدك تقراه مرة تانية حتى تعرف أن محمد رسول وحبه هادي وين؟ بالعهد القديم أو الجديد لا كله من عند الرب بالعهد والجديد هادي 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 اللي حتاتك إياها هادي هادي محرف لا أجيب على هذا السؤال لا سؤالك جيد بالطورات طبيعية هادي عياتك من الثورات الثورات وبالإنجيل بالآمن بس أنتو أنت بتآمن في أنا أجيب على هذا السؤال لا آمن ولا كذب ها يعني بين البنين ما تقول شوية منزلة بين المنزلتين لا تصدق ولا تكذب علشان صاب فيه شوي الطبع آآ كبير شوف أنا عم فلفلو هادي الإنجيل أريته كتير كتير هادي دي هادي النص الإيرانية قول لي لو محمد خالفه هادي معيارية للنبوة فلو محمد وافق هذا يبقى هو نبي هيدا بجون هيدا بالعهد الجديد يعني علي صادق بعهد جديد يعني عبدالك أنت هوا ما إشكال سواء جديد أو جديد لأنك أنت تؤمن بكل الكتاب كوي من هون العهد الجديد يعني الإنجيل يعرف يعني شلو قصدك أنت قلي يقرى تشك فيه تشك فيه لا لا ما عم يشك فيه اقرى اقرى قاعد يقولك اقرى هذا إنجيل لا لا يشك فيه وانجيل لا يشك فيه لك أنت يا فتح لي لكي خلف هذه الآية لابد أن يكون نبيا هل محمد خالف هذه؟ هذه الآيات اللي انت تفضلت بها؟ انه هذه معيارية للنبوة بكل امانة بكل مصداقية مو شفت انت تؤمن الآن انت تقول لي نقطة جيدة افكر فيها الامر ما ترك لك انت رجل منصف وعائل وعملها بتقبله والباطل بترفض ما عم بتجامل حدا فينا ولا عم بتخاف من حدا فينا لما انت تركت وخالفت اهلك المنازق هادا وابنصور شباكلة انت مباحث انت واني بنعبود هادا ايكم الخابرات وضيعنا مو بسوريا يا اخي الحمد الله لبنان ايك اللي كلها مش سوريا انا لبنان انت بق لندن لا تخاف لابن الابنان انا مو اجينت انا سعودي ايش تقبل لبنان احنا ما ما نخاف الله ما الله حبيبينا خلصدين ما بحب تصوري اخي شو لك معي انت تصور 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 صوروا لألو خيار ايش رايك بالنسبة يوتيب يوتيب يوان جزيرة بقى بدنا ندرسها شوي خرص انا بأراها برجع بالبيت طيب اذا الى الان خلو شميل هادي انا يعني ما رأى عليه كتير انا اذا هذا الانجيل محمد ما خالفه جون لحظة لأراها بالنسبة رجعت الله عندي نعم اربعة مشيك انا اربعة ايه اوكي اوكي هادي آية باللبناني امليحة كتير كتير باللبناني باللبناني احلى شب احلى شب نرجع الان لهذا الرجوع انا هو نسخة واحدة وإلا كنت أعطيتك اياه حبيبي والله ايه ايه عشان تشوف هاد هاد الرجال كيف انتقل من المسيحية الى الاسلام ايوه الان نكفل هاد الصفحة في صفحة جديدة انت قار الكتاب هذا من اوله الى اخره ايه ايه اريه مرتين زيت بسم زمانين كيه ماش طب هاد الكتاب اذا فيه آية تبيح قتل الاطفال ايه عم بتقبلوا؟ من عند الله؟ طبعا بقبلوا كل شي بقبل فيه قتل الاطفال اصدق يعني اللي صار بفلسطين لا انا اصلي لو الكتاب فيه ايات ايه بلا على ايام على ايام موس مقر مقون الحوامل طيب ايه وحرق الشجر واخد كل شي ايه اصدولي مع قفار لا بس انا وانت ان الطفل ما هو كافر ايه نحن بنحكي عن الاطفال ما بنحكي عن الله انه الله حكي ما انت ما بتايمين فيه ضي لا هدا امر ولا؟ امره ان يقتل الاطفال الله امر شو خصنا بس الاطفال؟ هيك امر شو تعملهم؟ هي بس الله يقتل الاطفال شو انت ام تكذب الله؟ لا لا هل بالقرآن مش مذكور ان الله اعطى فلسطين اعطى فلسطين لموسى لليهود؟ هل هذا منطق يعليم؟ هل عطيهم ولا لا؟ خليك معي هل عطيهم ولا لا؟ هل حكا منطق؟ هاي منطق انا عمللك اذا بدك تأمن بالقرآن بدك تأمن بكله ما بدك تأمن بشغلات بس لا صح والله؟ لا انا انا اصلي انا ما عم بحكي ربنا عطاهم شيء او لا انا عم بحكي كيف هاد الرب الرحيم؟ كبشر انا كبشر اذا بدك تقل لي بللك مش مزبوط اي مزبوط هدا اللي بحكي ايه كطفل بقول حرام لا اكيد لا نعم ايبا هدا النص مش معقولي الله يقول هيك بس اذا قال بدك تقول ايه انا بآمن لا لا ما بتقدر تقول لا ايه هاد الاله استحال انه يعطيك امط يصادم هاد العقل لانه هو خلق العقل فكيف مثلا طبيب بقولك روح اتعالج والانت بغيتك بعالجك وجد عنده وبعطيه لك جراثيم بتقبل؟ بتقول ليك ما حكي عنه ايه بس بالقرآن عفوا مكتوب كمان ومذكور بسورة اظن يمكن المائدة يمكن على قصة انه الله عطى وعد وطلب منه لموسى انه يفوت على ارض المعاد ارض فلسطين ويحارب فيها ويخضر مذكور انا قريك ازا مرة معلمة عندي والنقطة؟ هل انت تعتقد كمسلم انه فلسطين ارض المعادة الله عطى اليهود هي هاي الارض تحت انت؟ موسى كان يهودي بلا هيك معناته بس هذا ما له دخل بهذا هالمنطق يعني ولا لا؟ لا لا انا بقول بتايمن انت باشي؟ اذا انا ما بدي ايمن بالانجيل كرميل الموضوع هيدا ما بقدر ايمن بالقرآن على موضوع انه الله يخطي ارض لناس لا لا مش اسراء والمعراس لا انا ما عم بقول ان الله سبحانه وتعالى هذه الارض يريثها من؟ عبادية الصالحين صحيح؟ عبادية الصالحين صحيح؟ لا هاد الان بدنا نشوف من هو العبد الصالح اليهود العبدين صالحين خلينا بالعاقل الان لو واحد يقول البديو هلا الله وعد نبي موسى عليه السلام باخد الارض المعاد بالقرآن مسكورة ولا لا؟ لا ما ياخد ارض المعاد ارض المعاد هذه للعباد العبد الصالح لا ما في اي انه وعد موسى شو قال فيها؟ يا موسى قلنا لا لموسى بدخل ارض المعاد وشعبه قال ما ابل يمشي معه انا ما تذكرك ما في انا اقول ارض فلسطين ارض فلسطين ما في ارض موعودة لموسى الارض كل الارض هذه يريثها من؟ هل وعد الله نبي إبراهيم عليه السلام باعطاؤه ارض المعاد بني اسرائيل بني اسرائيل بعدين هذا موضوع ادخلوا 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 يا موسى انت واخوه وحاربهم للفلسطينيين او الكنعانيين وبعدين سوف نأتمع ادخلوا 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 ادينا موسى الكتاب وجعلنا هدى لبني اسرائيل انت تتخذوا منذ وكيلة الآن درية ما الحملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا تحية جزائر تحية عشان الموضوع ما يتشتت أنت عم تحكي مع هذا وبتحكي مع هذا وبتدعبني أنا أنا أولى النقطة بتحتي لو أنا سلمت معك أن هذه الأرض موعودة لنبي من الأنبياء وهي موعودة وعد أرض الإسرائيلية اليهود من مصر أنه يفوتوا عليها لا هذه ليس إرث لهم أنك تيجوا من أرض إلى أرض لذلك أنا أقول لو سلمنا هذا لا يعني تبرير قتل الأطفال أنا سؤالي كيف أن الرب يأمر بقتل الأطفال هذه أنت منصف قلت ما عم بقبلها معين يعني كعقل إنسان بشر طب يقبل أنه في حدا بيقدر يأمر أنه يقتلوا الأطفال تنافي العدل أي طفل يعني لو كان كفر هذا اللي بدي يعني نعم إذن هذه الآية واحدة من الأتنين إما اللي ترجموها ترجموها ترجم الخاطئ أو محرفة أو محرفة جبتها من آخر بالزبع نعم معروفة يعني يهك يهك نعم أي طيب نعم يحمر يبيض أي فأيدي بكر فيه يبيض يسود يبيض يسود يبيض يسود أحمر مر فأيذن لا في الحديث فيه الحديث النبي يقول لا فرق بين أحمر وأسود كلمة أبيض جد قليلة لكي جد تفريد هايدي شديدة هاي جد بعدها تطورت مع الزمن لا لا هذا حديث النبي لم يتطور لا لا عن الأبيض أبيض أي نعم نعم لا لا عم بحكي أنه على النبي قال الأحمر بعدين عايدي بعدين أحنا أسود أبيض طيب إذن هذا نص الآن بدي أعطيك نص آخر نص يدعو إلى الجنس والكلام الفاحش واحترام لك أي نعم كل هموجه يقول لي هذه النصوص لا 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 أنا فاتح وانت رجال يعني جيد قل لي هذا هذا في حسقيان لأجل ذلك يا أهليبة قال السيد الرب ها أنا أهيج عليك عشاقك يزنون أين بأي بحسقي نعم حسقي فتكشف عورة زناك ورزيلة وزناك تمتلئين سكرا وحزنا كأس التحير والخراب إلى أن جاء وقال اتكلت على جمالك وزنيت على اسمك وسكبت زناك على كل عابر وصنحت صور ذكور وزنيت بها في كل رجاستك وزناك لم تذكري أيام صباك إذ كنت عريانة وعارية وفرشت رجليك لكل عابر هيك هذا بكون كلامي عند ربنا بالعائل بالله عليك أنت رجل منصف بالله عليك افتسابتك الصفراء حلوة والله هاي جي سورة افتساب الصفراء هاي نجيل أنت هاي قوية دي قوية كلش قوية هاي نجيل بحني بها والله أنت في نعمة بنات سيدنا لول موجودة كمان طملوت لا بناتك كم بنات سيدنا لول أذكروا شربوا الخمر حتى يسنوا مع الأب مشاهم يجيبوا الناس لتبعوا بتعرف هادي كم من الناس لأي متفرج على هاي هادي بيعرف هادي نعم طيب الآن ما عليك ليه كويس أني بعرفها هادي يدل أنك رجل صادق صراحة هادي يدل نعم هادي يدل أنك رجل صادق مسيحي صادق صراحة الله يخلي ليك احنا اسبوعين وبنشوفك بتصلي معنا إن شاء الله ربما تكون الإمام أنت الله لشي تدعي لك ثم أنا ويرت لو قلت الآن لو اتخلت الآن الإسلام اصلي مين الآن المغرب بارك الله فيك والله تدخل الآن لا يا أخي فكر فيه هاي دا كل شي بسرعة نكون على كلام فاضح بس أنا ممنون كتير بس كل شي إنه الواحد تدراسه بك حبيب ألم ممنون كتير أنا تشرفت فيه وبشكرك أنه فرجيت نيك شغلين لانواقدر نناقش فيها الأسيس عندنا لابنشو القصة هي لابنمتاز لابنشي ثاني بعد على واسم لابنشي ثاني بعد الأن شعير والحور يقول القديس من ساعير يقول القديس من ساعير هذه النبوة المعمل إذا تشوف ساعير جبال مدينة المنورة إذا تروف ان شاء الله يا رب وعن的是 بات شعير وعنشوف نبينا بكل مكان نابي منك آخر ملو آخر أخر الحلام هذا خزنا نهني وتبكي لا لا أنا فاكلي